ابدأ اول حاجة عايز اتكلم فيها هو برنامج تيك توك البرنامج ده واللي واضح جدا بشكل ملموس في الاولى الاخيرة ان يبقى في كل الموبايلات لانه اولا بتصدر قائمة التحميلات اللي موجودة حول العالم بعد هو رقم اتنين بعد الواتساب التيك توك وصل ل 500 مليون مشترك حول العالم ومعنى كده ان الاعداد دي بتزيد يعني ممكن انا بكلم حضراتكم دلوقتي اعداد تحميل التيك توك بتزيد اول حاجة التيك توك ايه هو التيك توك ده ده بعبارة عن برنامج بيقوم باستعراض حركات تمثيلية تحديدا لصغار السن من الاطفال والمراهقين على اغنية اما او على مقطع تلفزيوني او على جملة شهيرة لأحد المشاهير والفنانين وده اللي احنا كلنا عارفين وبنشوفه دايما على الفيسبوك او تويتر او انستجرام او واتساب التيك توك ده بنلاقي الاطفال الصغار بيستخدموه بشكل كبير وملحوز فيه العديد من الجرائد والصحف بتقول ان التيك توك كان السبب فيه نشر العديد من الفضايح والحوادث والجرائم الجنسية والإحاءات البذيئة والعديد العديد العديد من الاخلاقيات الغير لائقة بمجتمعنا المصري والعربي والشرقي المتدين بطبعه برنامج التيك توك قابل مخاوف كتير جدا من الاباء والامهات والحقيقة انا لاحظت ان العديد من الاباء والامهات بيبقوا فخورين اوي بابنائهم وهم بيغنوا بيرقصوا بيقلدوا بيعرضوا جسمهم وبينزلوا كمان ده على صفحاتهم الشخصية مع التأثير السلبي لبرنامج التيك توك على الاطفال والمرهكين الموجودين في مصر في بعض الاقاويل بتقول ان برنامج التيك توك ده برنامج تجسس على اعتبار انه هو بيحدد لي موقع المستخدم على اعتبار انه هو بيتطلب مني معلومات بيتطلب مني بيانات بيتطلب مني حاجات كتير او المفروض ان انا بدخلها علشان اقدر ان انا اتواصل على البرنامج ده او ان انا اقدم عليه الاغنية بتاعتي او الحركات التمثيلية اللي انا بعملها برنامج التيك توك انا شايف انه مقدم لناش اي حاجة ايجابية على المستوى المصري او على المستوى العالم العربي فيه ناس كتير اوي استخدمته بشكل سلبي وفيه ناس كتير اوي منهم الاطفال والمرهكين اللي استخدموه وتضروا منه طبعا كلنا عارفين القضية الشهيرة جدا لمواده الادهم وحنين حسام واللي تسببت بعد كده في ان هم يتسجنوا مفرحش يا جماعة ان ابني وبنتي بيغنوا بيمثلوا بيرقصوا وبيعملوا حركات على التيك توك وانا مش عارفة التيك توك هيوصلنا لايه مفرحش بالفلوس اللي ابني او بنتي بياخدوها من شركات الاعلان او الابليكيشن الجديدة اللي بتبقى نازلة على الانترنت لا اشوف البرنامج ده اتابعه ارائب ابني او بنتي اشوف ايه المواقع اللي بيدخل عليها في مواقع ابحية كتير جدا موجودة في مصر الاطفال ممكن ان هم يتعرضوا لها بدون قصد او بدون عمد ان هم بيبقاش عارفين ان البرامج دي او المواقع الابحية دي حاجة مش كويسة على اعتبار ان هم صغر سنهم طيب انا كاب او كام اتعامل ازاي مع ابني او اتصرف ازاي لو عرفت ان ابني واكتشفت ان ابني مدمن انترنت ممكن يكون يا جماعة مدمن الانترنت ده مش بيبقى عارف قد ايه ان هو مدمن كتير ناس مننا وكتير ناس حوالينا بيبقوا مدمنين انترنت ولكن ما يعرفوش اذا كان هم مدمنين انترنت او لا فيه 420 مليون مدمن انترنت حول العالم وطبعا في مصر فيه 35 مليون مصري بيستخدم الانترنت وطبعا النسبة دي في ازدياد مستمر ولكن مش بيبقوا عارفين ان هم مدمنين انترنت علماء النفس يا جماعة قالوا ان ادمان الانترنت او ادمان الاطفال للانترنت لا يقل اهمية عن ادمان المخدرات أو لا يقل قطورة عن إدمان المقدرات ليه؟ لأن إدمان الإنترنت ده أو ابني أو بنتي لما يمسكوا الموبايل زيادة عن 3 ساعات يومياً أو 4 ساعات وفيه ناس كتير بيقولوا لا ده فيه أكتر من كده يومياً بخلالها 24 ساعة أولاً هيحصل لابني اطراب في النوم اطراب في الأكل مستوات دراسي هينخفض وهيقل الهرمون السعادة الموجود في المخ ده المسؤول كل ما تفرج على الإنترنت بزيادة كل مهرمون السعادة بيفرز لي حاجة أكتر فبالتالي هبقى دايماً محتاج أو محتاجة أن أنا أتابع الإنترنت أخش على المواقع الإنترنت أتواصل مع زمادي الموجودين في جميع أنحاء العالم ولو هنتكلم على الأطفال الصغيرين فهنلاقي الموضوع أكثر خطورة لأن كل ما بتفرج على الإنترنت كل ما بيزيد عندي الإدمان كل ما بقدر أن أنا أؤدمن الإنترنت بزيادة أحب أن أنا دايماً أتفرج ولو في يوم الأيام قرر الأب والأم أو لحظوا الموضوع ده بشكل كبير على أولادهم ومبادئ أن هم ياخدوا الموبايل من أولادهم هيحصل عندهم حالة من النفور أو حالة من القلق حالة من العياط المستمر الصراخ التوتر هيبقى عندهم اضطرابات النوم اضطرابات الأكل دايماً فوق دال الشهية ابني مش بياكل كويس كل دي أعراض بتؤكد لي وتثبت لي أن ابني مدمن إنترنت طب أبدأ أن أنا أتعامل إزاي في أمريكا عملوا حاجة جميلة قوي عشان أن هم يبدأوا أن هم يعالجوا إدمان الإنترنت عملوا إيه؟ لحظوا تأثير العمل على العاملين الموجودين في معظم الشركات أو كبرى الشركات في أمريكا بدأوا أن هم ياخدوهم وقعادوهم في أماكن بعيدة زي مخيمات كده يعيشون في المخيمات دي بعيداً عن أي طريقة أو أسلة اتصال إلكترونية أو حتى إنترنت وبعد ما يبدأوا أن هم تدريجياً يتعاملوا معاهم على أنهم مدمني إنترنت بدأوا أن هم ياخدوهم في مسحات نفسية نفس هي هي المسحات النفسية دي اللي بتعالج إدمان المخدرات وإدمان الكحول لأن إدمان الإنترنت لا يقل أهمية عن إدمان المخدرات وإدمان الكحول أنا بتهيق لي أو من وجهة نظري أنه هو إدمان مخدرات وإدمان كحول ولكن بطريقة إلكترونية أو ما يطلق عليه علماء النفس وعلماء طب الأطفال الهرويني الإلكتروني تمام؟ بعد كده هنقول في أمريكا لما بياخدوهم تدريجيا يعزلوهم تماما عن الوسائل الاتصال والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كل وسائل الإنترنت بيبدأوا أن هم يحطوهم في مسحات نفسية علشان يتعالجوا بعد ما بيتعالجوا تدريجيا بيبدأوا يرجعوهم لحياتهم الطبيعية في الصين اتعاملت مع الموضوع بأكثر أهمية على اعتبار أنها عددها كبير جدا بدأوا أن هم ياخدوا الأطفال ويعملوا رحلات كشافة أو مخيمات للأسرة ككل فبدأوا أن هم ياخدوا الأطفال في رحلات الكشافة دي وأن هم يعوضوهم بتدريبات رياضية يعلموهم الرسم يعلموهم الميوزك الرياضة يعلموهم مواهب تانية أو يلغوهم عن المواقع الإنترنت اللي بيدخلوا عليها واللي بدأ أن يأثر عليهم بشكل كبير جدا بعد ما الأطفال بيروحوا في مخيمات أو نظام كشافة في الصين بدأوا أن هم يحطوهم في مسحات نفسية يتعالجوا من إدمان الإنترنت بيحاولوا بقدر الإمكان يعالجوا الموضوع بشكل أكثر حكمة أو أكثر دقة بعد كده الطفل بيبدأ أنه هو يلاقي الموضوع يتعالج عنده بشكل تدريجي هم هم نفس علماء أو الأخاصيين النفسيين أو الأطباء اللي بيعالجوا مدميني المخدرات والكحل هم هم نفس الأخاصيين اللي بيعالجوا الأطفال من إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في نقطة تانية يا جماعة مهمة جدا اللي لازم أن نحن نتكلم عنها وهي الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية واللي كتير من المشاهدين أصحابي وصحاب غاصي بعتوا لي رسال واسم اس على الفانبيجي بتاعت البرنامج على الفيسبوك أنا ابني بيلعب كتير أنا ابني بيضيع فلوسه على لعبة زي لعبة كونكر وطبعا في كتير من المشاهدين اللي بيتفرجوا علي عارفين لعبة كونكر دي زيها زي الأمار لازم تدفع فلوس بتبدأ أن أنت تشتري بيوت بالفلوس دي بتبدأ أن أنت تعلي رصيدك في اللعبة بيبقى عندك كم كبير من الفلوس وفي لحظة ما بتختر كل الفلوس دي في أطفال كتير بدأوا أنهم يسرقوا أولادهم أخواتهم سوريا عفوا وأبنائهم وزويهم وأريبهم ومامتهم وباباهم بيسرقوهم بدأ الموضوع يتطور معاهم مش مجرد أن أنا لعبة أبلعبها لا ده أنا ممكن أسرق أمدي إيدي وأسرق عشان أجي في فلوس أروح ألعب اللعبة دي أو أروح الفيبر الفلاني أو المكان العلاني ولكن تعامل الأباء والأمهات بتلاقي فيه شوية سلبية في حين أن ما برقرش ابني ما بسألش ابني أنت رايح فين أو قاعد بقالك ساعة أو ساعتين في الفيبر بتعمل إيه لعبة كونكر دي يا جماعة هنلاقي حلاك كتير جدا موجودة في مصر في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه التفل بيبقى نتيجة اللعبة دي أنه بيدخل السجن فيه حلاك كتير جدا مسجونين أطفال بسبب اللعبة دي لعبة كونكر لأن يا أمار خلاص أنا وصلت المحاولة الواء أنا مش عارف أبطل اللعبة دي أنا خلاص أدمنت اللعبة دي فيه لعبة تانية زي لعبة باب جي وفيه ناس كتير أوه بتتفرج عليها بتلعب لعبة باب جي كبار وصغيرين مش بس الأطفال اللي بيلعبوا فبالتالي أنا ابني أو بنتي لما يلاقوا الأب والأم تلاتة يعني طول الوقت مسكن الموبايل تدل الوقت بيلعبوا في الموبايل الأب والأم ساعة كتير بيبقوا مسكن الموبايل ويلعبوا هم كمان بيلعبوا مفيش مشكلة يا جماعة الترفيه حلو وإن أنا ألعب ده شيء جميل وبرفه وأنوع من أنواع التسكيف ولكن أحد من الموضوع أخلي ابني وبنتي واخديني قدوة لي مبقاش على طول 24 ساعة أو 3 أو 4 ساعات أو أي اللي يكون الوقت اللي بستخدمه في إن أنا أمسك الموبايل فيه وأفتح الفيس فيه ابني هيطلع بيمسك الموبايل زي ابني هيطلع يلعب الألعاب اللي أنا بلعبها ابني هيشوفني بلعب أو مسكن الموبايل طول الوقت ومشغولة عنه فبالتالي هبقى قدوة لي دايما للأطفال وتحديدا طغار السن بيقلدوا الكبار في حتة إن هم بيقلدونا بيشوفونا بنعمل حاجات تلبيعة بيعملوا زي بيشوفونا بنعمل حاجات إيجابية بيعملوا زي ده طبعا هينعكس على الطفل في سلوكياته هينعكس على الطفل في طريقة تعامله هنلاقي حالات من النفور النرفزة دايما عنده صراخ دايما مش قادر يتحكم عايز دايما الموبايل فيه دراسة حديثة بتقول إن تلت أطفال الموجودين على مستوى أنحاء العالم بيتعلموا على الموبايل أو بيستخدموا الأجهزة الذكية أكتر من المشي والكلام يعني ممكن يبقى طفلي مثلا لسه ما تعلمش المشي أو ما تعلمش الكلام ولكن بيمسك الموبايل كويس جدا بيتفتح اليوتيوب بينازل فيديوهات من على اليوتيوب وده طبعا بيمسل خطر كبير قوي بيهدد أطفالنا وتربيتهم والتزاماتهم والمعايير الأخلاقية اللي احنا تربينا عليها وكمان المبادئ الدينية اللي المفروض إن احنا نعلمها لكم طبعا كل ده هيتطدح مع التقرير اللي جاي لما نعرضه لحضراتكم ياريت يا جماعة تحضرنا التقرير كنترول رون بعد إذنكم الأطفال هم أغلى حاجة في حياتنا أغلب الناس بيفتكر إن الإنترنت مشكلته في تضيع الوقت أو المواقع حتى الإبحية اللي عليه بس مش عارفين المشاكل الصحية والنفسية وكمان الجرائم اللي ممكن تحصل بسببه هنحاول نعرف أخطر المشاكل دي وإزاي نقدر نتفداها كمان نعلم أطفالنا إزاي يحموا نفسهم وهم بيستخدموا الإنترنت خلونا نعرف إزاي العقل بيشتغل المخ في جزئين الجزء الأولاني اسمه ذاكرة مؤقتة وجزء تاني خلينا نسميه ذاكرة دائمة أي معلومة جديدة بنتعلمها بتتخزن في الزاكرة المؤقتة دي اللي بيسموها الشورت تيرم ميموري ولما يكون المخ في حال التركيز بيقوم بتحويل المعلومة دي للذاكرة الدائمة اللي بيسموها لونج تيرم ميموري ودي اللي بتخزن فيها المعلومات وبيتكون فيها الخبرات والمعرفة اللي بيعيش بها الإنسان بعد كده المشكلة في الإنترنت إن الطفل بتعود إن أي معلومة جديدة عايز يعرفها أو عايز يرجع لها بيعمل سرش على الإنترنت وبيقدر يوصل لها وأي معلومة بيكون المخ متبرمج إنه ينساها فبالتالي ما بيتكونش عند الطفل أي معرفة ولا خبرات إلا جزء بسيط جدا طبعا جرائم كتير ممكن يستغل فيها الطفل زي الجرائم الجنسية سواء بجر الطفل لكلام في الجنس أو عرض فيديوهات أو صور وممكن توصل لاستغلالهم في حاجات أكبر من كده كمان غسيل المخ وزرع أفكار متطرفة واستغلال الطفل بعد كده في نشر الأفكار دي في جرائم تانية كتير زي الخطف والسرقة والابتزاز والأدل في شهر أكتوبر اللي فات نشر الجريدي تدي لي ميل البريطانية بحث عن تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي البحثة والدراسة دي عملها مكتب الإحصاءات الوطنية وهو أكبر منتج في بريطانيا للإحصاءات الرسمية البحثة والدراسة دي بتقول إن تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بيساوي تأثير التخويف والتعامل بعنف مع الأطفال وكمان كل ما بيزيد الوقت اللي بيقضوه على الإنترنت والفيديو جيمز عن ثلاث ساعات بيخلي الطفل أكتر عرضة للإكتئاب والمرض النفسي البحثة قال إن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي على الأطفال لأنه بيخلهم على تواصل مع أصدقائهم بس من ناحية تانية بيخلي الطفل يعمل مقارنات بين حياته وبين حياة أصدقائه وده بيكون له تأثير سلبي وبيخليه عرضة للعزلة البحثة جاب رأي الدكتورة المدير الطبي واستشارة طب النفس للأطفال دكتور هالي فان زوننبرغ الدكتورة قالت إن العالم الإفتراضي اللي بيعيش فيه الطفل بيضمر الطريقة اللي بيشوف بيها نفسه كمان بيشوه إدراك الطفل بالعالم الحقيقي وبيكون عنده صعوبة في إدراك الفرق بين الحقيقة والخيال وده بيخلق عنده صعوبة في التواصل مع المجتمع اللي هو عايش فيه وبكده نكون عرفنا إن الحد الأقصى اللي المفروض الأطفال يستخدموا فيه الإنترنت مواقع التواصل اجتماعي والفيديو جيمز مايزيتش عن ثلاث ساعات لإن أكتر من كده هيكون فيه خطر كبير عليهم في الجزء الثاني إن شاء الله هنعرف إزاي نحمي أطفالنا ونحس بالأمان عليهم وهم بيستخدموا مواقع التواصل اجتماعي والإنترنت بشكل عام ورجعنا تاني بعد ما شفنا التقرير وعرفنا قد إيه واستفدنا من التقرير اللي تقدم وعرفنا قد إيه خطورة الإدمان الإنترنت على الأطفال أو خطورة الإنترنت عموما للأطفال في مواقع التواصل اجتماعي المتعددة بلاقي يا جماعة أطفال كتير جدا فاتحين فيسبوك عادي جدا وبيتكلموا أونلاين كتير جدا مع أصدقائهم في غياب يا جماعة من الوعي من الأهالي سواء كان الأب أو الأم وتحديدا الأم باعتبار إن هي دايما بتبقى قاعدة مع طفلها أو طفلتها في البيت لازم أتابع ابني لازم أرائب ابني بعد ما ابني يسيب الموبايل من إيده أبدأ إن أنا أدخل وشوف المواقع اللي دخل فيها الصفحات اللي تطلع إليها اتكلم مع مين مش عيب إن إحنا نرائب أولادنا عشان نحافظ على سلامتهم وعلى نحافظ على صحتهم ونحافظ على التربية السليمة اللي إحنا نحب إن إحنا نربيها لهم فيها جماعة مجموعة من القواعد اللي لازم إن إحنا نتابعها كعقاب للأطفال أو كأن أنا أحد من موضوع إدمان الإنترنت وقالل من إدمان الإنترنت عايزة بس أقال لكم قاعدة عامة في البداية إن الضرب دايما بيجيب نتيجة عكسية أول طريقة أو أسهل طريقة بلاقيها للأم أو للأب اللي تعامل مع أطفالهم هي الضرب أبدأ إن أنا أضرب طفلي غلط الضرب دايما بيجيب نتيجة عكسية وباعتبار إن الطفل أو الجيلي اللي طالع كل الطفل عيندي دايما بيعمل العكس اللي أقوله عليه أو دايما بيعاند معي هبدأ إن أنا أعمل مجموعة من الخطوات هما تسع خطوات مع الطفل عشان إن أنا أعقبه وفي نفس الوقت مضربوش أو معرضوش للخطر أو إن الضرب دا ما يوصلش اللي هو أنا أزيه نفسيا وجسديا واجتماعيا وكمان أبدأ إن هو أخليه يحس بالظلم من الأب والأم دايما إن الأطفال بيبقوا شايفين إنهم مش عاملين أي حاجة غلط فبالتالي لما بيجي الأب والأم بيعقبه أولادهم دايما بيبقوا شايفين إنهم تصدموني أنا ما عملتش حاجة في اعتقاده إن أنا لما تفرج على الموبايل أو أمسك الموبايل أو أفضل ماسك اليوتيوب أو مواقع الألعاب بالساعات أنا كده مش بضر نفسي أنا كده بستمتع بتدخل مادة زي مادة اسمها الدوبامين المادة دي المسؤولة عن ورمون السعادة في المخ بتبدأ إن هي تتعامل مع الطفل لا أنت أي حاجة تانية هتعملها غير الألعاب دي أو غير إن أنت تمسك الموبايل مش هتسبب لك سعادة فبالتالي الطفل دايماً يحاول إن هو بكلتة الطرق إن يمسك الموبايل ويتعامل معاه ويبدأ إن هو يخش على مواقع يبدأ إن هو يتم التحرش بي إلكترونياً ممكن حد ما نعرفوش يبعط له عبارة بذيئة أو مقطع فيديو إباحي أو صورة إباحية فبالتالي بناخدش حياة الأطفال أو بنبدأ إن إحنا نفتح عنهم قبل الأوان وبنبدأ إن إحنا ندخلهم في مجال وعالم ودنيا هم لسه صغيرين أوي على المجال دا والعالم دا إيه هي القواعد اللي أنا أبدأ أتبعها مع ابني أو بنتي كنوع من أنواع العقاب أو كنوع من أنواع التربية علماء النفس وطب الأطفال اتفقوا على مجموعة من العوامل أول حاجة أبدأ إن أنا أحرمه من أكتر حاجة بيحبها أو أكتر لعبة بيحبها أجمع الألعاب بتاعته وحطها في بوكس كده واشيلها على اعتبار إن الألعاب دي هو بيحبها هابدأ إن أنا أخليه استخدم الإنترنت لسيامة ساعة وحدة يومياً معنى الصبح مثلاً استخدموا ربع ساعة بعد العصر استخدموا مثلاً نصف ساعة بالليل استخدموا نصف ساعة تانيين فبالتالي هي ساعة واحدة فقط اللي المفروض الطفل يتناول فيها الإنترنت أو يتناول فيها الموبايل ويبدأ إن هو يلعب على الموبايل إيه تاني أعمله؟ يعودني عن الأزم يعني إيه عودني عن الأزم؟ بمعنى إن أنا أعود طفلي الحاجات اللي أنت بوستها أنت اللي تصلحها قصرت طبق ما؟ تلم الطبق وترميه في الباسكت بهدلت السرير بتاعت تبدأ إن أنت توضى بالسرير بتاعت سي مثلاً اتخنقت مع أخوك أو قلت لأخوك عبارة بزيئة تعتذر له من بداية هيبدأ الطفل من هو في سن صغير إن هو يعتذر هيبدأ الطفل من هو في سن صغير إن أي حاجة يعملها غلط أبدأ إن أنا أصلحها حاجة كمان نبدأ إن إحنا نمضح الطفل بمعنى إن إحنا نحفزه على الحاجات الإيجابية اللي بيعملها لو مثلاً ابني اتكلم بأسلوب كويس إن أنا أحفزه لو مثلاً ابني ساعد حد غلبان ماشي في الشارع بأبدأ إن أنا أديله مكافأة تقول له برافو عليك أنت كده عملت حاجة كويسة لو مثلاً لقيت بنتي بتنظم قدتها أو بترتب قدتها أو بتساعدني في البيت أبدأ إن أنا أحفزها على حاجة زي كده فبالتالي الطفل هيتعود إنه لما يعمل حاجة كويسة هيبقى فيه مكافأة أو يبقى فيه تحفيز في علماء النفس يا جماعة في أمريكا قالوا إن إحنا نعمل نجيب زي ورقة بيضة كده بنكتب فيها الحاجات الإيجابية اللي الطفل بيعملها طول الأسبوع والحاجات السلبية اللي الطفل بيعملها طول الأسبوع والطفل اللي يقيم نفسه بمعنى إن الطفل اللي يقيم نفسه بمعنى إن الطفل اللي يكتب على الورقة دي أو يعلم علامة صح لو عملت حاجة إيجابية بمعنى خلص الوجب بتاعه إن هو مثلا سمع موسيقى معينة نمى موهبة معينة راح النادي بدأ أن يلعب برياضة معينة كل الأفعال الإيجابية اللي الطفل بيعملها أو بيرتكبها طول الإسبوع أبدأ أن أنا أدونها على ورقة وكمان الأفعال السلبية لو لقينا في نهاية الإسبوع أن الأفعال الإيجابية أكتر من الأفعال الإيجابية اللي الطفل بيعملها أبدأ أن أنا أكافؤه المكافؤة دي هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى خروجة عند الأقارب عند الأهل هتبقى لعبة بسيطة أن أنا أجبها له هتبقى حتى لو أضع في الإيمان خالص حاجات بسيطة خالص أن أنا أخليه أدي له موبايل يلعب على الإنترنت ولكن تحت إشرافي ما ينفعش أدي الموبايل لإبني في قطه وقول له اتفرج عليه روح أنت صدعتني أو أنت تعبتني فأرتاح منه أن أنا أخليه في قطه وممديه له الموبايل لا ما ينفعش التفلي يتفرج على الإنترنت أو يتابع الموبايل وهو الوحده أو هو الموبايل معي لازم أكون أنا موجودة يا الأب يا الأم يا أحد إخواته الكبور دي حاجة الحاجة التانية بعد ما أدون الأفعال الإيجابية التي طفلي بيعملها والأفعال السلبية التي طفلي بيعملها أكافؤ بحاجة زي كده والأفعال السلبية اللي أنا دونتها في الورقة دي أبدأ أن أنا أعالجها أبدأ أن أنا أصلحها لازم ابني وبنتي يشوفوا فيها القدوة في التعامل مع الانترنت لازم ابني وبنتي يشوفوا فيها القدوة في التعامل ان انا محدش يكلمني في التليفون وقول له يا حبيبي رد على التليفون وقول له وقول لي طانت ماما مش موجودة تمانا كده بعلم ابني الكذب في وقت من الاوقات هنلاقي اولادنا بيحسبونا بابا تم انت بتعمل كده ماما تم حضرتك قلتلي قبل كده اجدب على طانتة وعرفها ان انا مش موجودة وحضرتك موجودة في البيت فبالتالي بدل ما احنا بنهرب من مسئولياتنا في تربية أولادنا بل بالعكس احنا كده بنضمر مستقبلهم ان احنا مفروض نكون قدوة ليهم الأب أو الأم المفروض ان احنا نعلم أولادنا يلا حبيبي تعالى نصلي يلا حبيبي تعالى نزور قريبنا نلهي طفلنا على قد ما نقدر ونبدأ ان احنا ناخده من السوشيال ميديا أو من التطبيقات الحديثة والفيسبوك وتويتر والانستجرام والتيك توك اللي بقى هوس الأطفال وتحديدا صغار السن موضوع الانترنت وإدمان الانترنت وتأثير التكنولوجيا الكبيرة على أطفالنا موضوع كبير وشائق جدا 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 عايزة بس أقول يعني أتمنى ان يكون فيه مركز علاج ومتخصص للأطفال في مصر لحد الآن يا جماعة مفيش في مصر أي مركز أو أي مساحة نفسية لعلاج إدمان الانترنت للأطفال على الغرار أمريكا وعلى الغرار الصين وعلى الغرار كوريا الجنوبية انتم متخيلين النصين فيها 500 مركز لعلاج إدمان الانترنت كوريا الجنوبية فيها 300 مركز لعلاج إدمان الانترنت أمريكا فيها العديد من المراكز لا حصرة لها ولكن في مصر مفيش علاج لإدمان الانترنت مفيش مساحة نفسية لعلاج وإدمان الانترنت ولكن يا جماعة مفيش حتى دراسات ولا بخوص علمية بتقولي يعني النسبة عندي وصلت لحد كام فيه كام مضمن انترنت موجودين في مصر وهم أكيد مش عارفين ان هم مضمنين انترنت وموجودين ومتعايشين معنا على أرض الواقع فبالتالي بنأمل من الجهات المختصة أو الجهات المعنية مجلس الأمم والطفولة الجهات الكتير المتخصصة في مجال الطفولة ان يبقى فيه أبحاث ان هي تبدأ تخدم لي عالم الطفولة وتبدأ ان هي تعالج إدمان الانترنت موجودة في مصر طبعا في النهاية أحب ان أنا أشكركم وأحب يا رب يكون موضوع حلقة اليوم عجبكم إدمان الأطفال الانترنت أو السوشيال ميديا أو التيك توك والعديد من البرامج والتطبيقات الحديثة لحصرة لها من الكلام لقعدنا 3-4 حلقات نتكلم فيها مش هنبطل كلام ولكن باتمنى من المشاهدين ان هم يكونوا استفادوا النهاردة من حلقة اليوم نبدأ ان احنا نتعامل مع أطفالنا بشكل أكثر دقة وبشكل أكثر بطريقة علمية حديثة عشان نوصل أطفالنا لبر الأمان أطفالنا هم سر سعادتنا وهم منهج حياتنا وهم جل المستقبل ابني هيبقى الدكتور هيبقى المهندس هيبقى الزابط فبالتالي لازم نحافظ عليه ونربيه كويس أتمنى الحلقة يكون عجبتكم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أصحاب وصحاب وطي لموسم الجديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته